شرق الأوسط كتبت انقسام وسط الليبيين في ذكرى الانتفاضة قالت صحيفة شرق الأوسط في تقرير لها بعنوان انقسام وسط الليبيين في ذكرى الانتفاضة إن خليفة لغويل رئيس حكومة الانقاذ الوطني الموالية للمؤتمر الوطني العام البرلمان المنتهي أولياته افتتح أمس في العاصمة مطار ترابلس الدولي بعد نحو عامين ونصف من إغلاقه وسط غياب تام لحكومة الوفاق الوطني التي ترأسها فايز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة وبينما امتنعت السلطات الموجودة في المنطقة الشرقية حيث مقار مجلس النواب وحكومته الانتقالية برئاسة عبدالله فاني عن الاحتفال بسبب الوضع الأمني وبدأ معظم الليبيين مترددين في الاحتفال بالذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية